السلام عليكم و مرحبا بكم مع اي من جديد على قناتي و قناتكم قد اضرنا مع كراميلا نتمنى تكونوا بخير و اتمسي حول عفية يا ربي اليوم كيف تشوفوا معي سوف نصوف معكم هذه البسبوسة كيك بكريمة الليمون او البرتقال تجيز وينا وبنينا و في ساكة توجد نتمنى لأول مرة يشوف القناة يفعل زر الجرس و يشترك باش يوصلوا الجديد ديالي و نشكر الناس اللي معي منذ بداية القناة خليكم اللي احتل الاخر للفيديو باش نشوفوا الطريقة و المقادر على بركة الله غدي نحتاج كيما كتشوفو تمال البيضر عندي ثلاثة ولكن انا غدي ندير غجوج ديال البيضات غدي نحتاج كاس ديال الحليب و هذك الكاس ديال الحليب ممكن تعوضوه بضانون او للبن او للبرتقال عندي كاس الاربع ديال الزيت النباتي و عندي هنا يا كاس فايت ننص شوية ديال السكر و هذي ندير الكوك بالنسبة للكوك انا درت اربعة ديال الملاعق هاكايا بومبي ممكن تكتفي و غير بجوش و بينسيوغ القريصة ديال الملحة اللي كنت دايرة في البول و هنا عندي مبشور ديال البرتقال او لا قشور ديال واحد الليمونة محكوكين هاد شي اللي كان كنت دير كل شي العناصر في الخلاط و هذي نضيف ليهم دوكجوش بيضات و هذي نزيد الفاني هنزيدو ساشي ديال الفاني اول ملعقة صغيرة يلا كان عندكم السائل و هذي نحتاج ميتين جرام ديال سميدة رقيقة اولا سميدة ديال الحرشة اللي كان صاوبو بها دبيتو ديال البسبوسة مع 16 جرام ديال خميرة الحلويات اولا جوج ديال لي ساشي ديال خميرة الحلوة هنا واحد واحد الملاحظة بنسبة السكر انا درت يعني هذيك الكاس ديال شوية نص لانه البسبوسة ديالي انا غادي نسقيها غير بالبرتقال كنتو غا تديرو السيرو فغادي تديرو غير نسكس ديال السكر هذي غير معلومة و من طبيعة الحال غا نخلي لكم المقادر في صندوق الوصف من بعد ما طحنت هذيك الشيكولو ضفت دابة ديك سميدة و كانت طحن مزين 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 باش ديك سميدة كترطاب و كانت جينا البسبوسة ديالنا شيشة نضيف اخر حاجة دوك الاكياس ديال الخامير ديال الحلويات او البيكين باودر و غادي نطحن غا تحنا خفيفة و كانت حصل على هذي الخاليط هادا قبل ما اننا كان بتوكن وجدو البسبوسة ديالنا كان ناخدو المول او الاطار فين غادي نخدموه و كان كان ديالي هاكا شو ديال الزبدة او الزيت انا هنا رشيتو بالكوك ممكن ترشوه بسميدة ممكن دلو الوزئي فيلي كي بقى ليكم اختياري انا درك الكوك باش نبقى في ذاك اللوتام ديال الكوك و فعلا راح اعطى ماضاق قطعة الماضاق و كي بقي لكم يعني الاختيار بالنسبة لي انا درسف هذا المول هادا اللي كي يسميه المول العجيب هذا درق ديم خرج على هذي ذهب هالحاليا في الاسواق دين انتقاريبا نعير 20 درهم باش غادين دياليال الحفراء نضير فيها الكريمة هنا من بعد ما طابت البسبوسة من طبعه الحال خليت هادفات شوية مشيه تبردات او اسقيتها بالاقش و عصير بالبرتقال بالنسبة العصير ديال بروتقال فانا هنا استعملت تقريبا كاس كبير ديال ميتين ميلي يعني كاس ديال الماء اولا ممكن ديروا جوج كيسان ديال العنبة وإلا درتو السيرو ممكن انكم تسقيوا به حتى هو كتديروا كاس ديال السكار مع جوج كيسان ديال الماء طريفة ديال الحامض وكخليهم حتى يغلو وانتم هتتحكموا في الدرجة ديالو بريتوه عاقد اولا بريتوه خفيف هنا غنخلي البسبوسة تبرد وغادي ندوز نحضر معكم الكريمة بالنسبة للكريمة كيسان ديال البرتقال اولا ديال الليمون بالنسبة لهاد مول ديالي انا ايا غادي نبني داك الليمون قليل زيتوا واحد نصف كاس يعني في المجموع غادديرو ثلاثة ديال العصير ديال البرتقال أو لا غادديرو بحاله ديت اسا انا جوج كيسان ونص ديال العصير البرتقال زائد واحد نصف كاس ديال الحليب سوف نضيف السكر سوف نضيف السكر كي يبقى حسب الطوق انا هنا الكريمة جاءتني بقيت في هذي كلاسي ديتي ديال البرتقال فضفت ثلاثة ديال الملعق هنا ركنت كنشوف وش درت ثلاثة درت ثلاثة ديال الملعق نضيف السكر ممكن تمشي وإحسال ديال الملعق ولكم اختيار ولكم انا تقول لكم يعني باش كنحسوا بدك الطعم ديال البرتقال ثلاثة ديال هذي راهم كافين خصوصا إلا سقطوها بسيرو ديال السكر أما إلا درتو بحالي وبيتو الكريمة جيكم حلوة فغادي تديرو اربعة ديال الملعق ديال السكر يكونوا بومبي هنا ضفت ثلاثة ديال الملعق نقراكوشتو راهم عامرين مزيان ديال الكريمة باتيسيخ ممكن تديرو النشا كيبقى الاحساب المتوفر عندكم في الدار غادي نخلط كل شي بارد في بارد ومن بعد غادي ننزلوها كاية فوق البوطاء حتى كيبدأ يعني تعقاد كيجيب لنا الغلية شوية كنحركوه واحد شوية كان يعني مش غرتي غلا تنحيدو باش ديك الكريمة باتيسيخ ديالنا كالطيب هذا هو الغرض يعني من كيبدأ كيقاد بها الكارة كانت استمر وحدها كواحد القسم قسمين ولا يديدي تحرك باش ديك الكريمة باتيسيخ أو للنشا يطيب لياه هنا وهي سخونة غنضيف لها تقريبا ملعقة صغيرة ديال الزبدة ما وصلاش تما واحدة ثمانية جرم ديال الزبدة مهم ملعقة صغيرة صفي وغادي نخلط حسك يدو بليديك الزبدة مزيان مزيان وغا تكون عندي الكريمة موجودة كنتمنى انو الشرح ديالي يكون واضح الناس اللي اللي كيتبقوا الوصفات كنشكرهم بزيال فعلت تعالق ديالهم زوينة ومطبيعة لحال الناس اللي اول مرة كيشوفوا القناة كنقول لهم وصفاتي مجربة كاملة ما كننزلش حاجة اللي ما كنكونش انا مجربها صفي هادشي اللي كان كندير ديال 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 كريمة وهي هكا يك سخونة فوق من من الكاك ديالي او للبسبوسة صفي وغادي نخليها تبرد تبرد على خطرها عادي باش غادي نزينها بالنسبة لتزين كيبقى لكم الاختيار انا هناخديت شو ديال كونفيتور درتو على دوك الحواف دياله باش ميبقوش لي هكاك يعني حسبين هكاك درتليها ديال كونفيتور ودرتليهم شوية ديال الكوك ممكن تخليوهم هكاك ممكن تديرو لهم اللوز افيلة وتخليو ديال كريمة الطبقة ديال الكريمة هكاك راحت تجي يعني المنظر ديال هازوين راقية في المنظر وحتى المنظر من اوت لكم وبالنسبة لحلاوة ديالة كدي موعتديلة هادشي اللي كان خديش في ديال لوز افيلة درتو في الوسط وكل لو تزيين على حساب يعني المتوفر في الدار يا كوكا ويالوز يتخليها هكاك يدير ديال البرتقال او للي سوريز مهم كل 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 سيدة كتبدا في في تزيين ديال الحلوية ديالها على حساب شنو عنده في الدار وعلى حساب شنو كي يكلو لها والطوق ديالها كنتمنى الفيديو يكون اعجبكم وإلا وصلتوا حتى اللي هنا ما تنساوش انكم تديروا لايك وتخليوا تعليق باش تزيد القناة ديالنا تكبر لايكي والفيديو واللاي جازيكم باخير لايكرا ما كنتخلصوش عليه لايكرا كي يخلي الفيديو ديالنا انه يطلع لنا صخرين والعائلة كتزيد كتكبر هادشي اللي كان مهم كيف جرت العادة ضروري ما انني غدا كتتعي معكم وحتريف المضاق ديالها شف فعلا فعلا رائع كنتمنى انكم تجربوها وراه في ساحكة توجدوا مقادرها بساطين يعني ما جوج كي سنتي سميدة جوج بيضات هادشي قليل وهانتي وجدتي قوتي اللي كي يحمر لوجه حتى ويدا كانوا جيين عندك الضياف يعني راه هاد الوصفة بالكريم بلا بريباراتيون بكل شي دك شي ما وصلش ساعد ديال مقانا معي طين لك احنا جايين غت نوضي غتصاوبها وغتحطيها هادشي اللي كان وصفة ديالي معكم هنا سلام عليكم وصفة جايين شاء الله